إذن نناشط أيضا من خلال قناة الشروق وصباح الشروق كل منظمات المجتمع المدني كمان بالنسبة للجهات الحكومية لأنه أميس وصلت جسر جوي اثنين من طائرات مصرية وكمان في دعم خارج جانا من قطر وعمون مملكة العربية السعودية وكل مناطق الجوار أو الدول العربية اللي هي أبدة المساعدة بالنسبة للسودان في كارثته أو في وضعه الآن نتواصل معكم مشاهدينا عبر هذا الدفق الصباحي الحي المرية، أمهبج، بطان طبعالي وحسان كلها أسماء لمنطقة واحدة جمعت فوعد بين سحر البادية وأصالة ساكنها فصهل البطانة الممتد في خمسة ولايات سودانية يمثل الصر التي تجمع بين مقونات سكانية متعددة في بيئات مختلفة لكنهم يجتمعون جميعا على شيئين فهم يمطهنون الرعي كمهنة أساسية وهم أيضا يجمعون على أن قبيلة الشكرية هي صاحبة الأرض وتمثل أسرة أبوسنة التاريخية بيت النظارة والإدارة والحكم فيها والبطانة التي تعيش أسهى فتراتها في فصل خريف حيث ترقد في مساحة من الخضرة تمتد بامتداد النظار يحجوا إليها الرعاة من كل فجين عميق وفي رحلتهم تلك يختلطون بالعديد من المجموعات السكانية ويمرون على مناطق متعددة ويتعرفون على بيئات مختلفة وهو الشيء الذي ولد لدى أهل البطانة خاصية الشعر وما يتميزون به شعر الدوبيت فهم في ذلك شامة وعلامة وإنسان البطانة شاعر بطبيعته فهذه الطبيعة الساحرة قد شكلت جدان مرحفا لأهل البطانة لكنها في نفس الوقت لم تقير من كونه فارسا مقوارا لا يشق له غبار ومما يسند لأهل البطانة إنهم وثقوا تاريخهم القديم عبر الشعر حيث إنه وحتى وقت غريب لم يكن هناك مكتوب عن تاريخ البطانة والشكرية إلا في الغريب جدا وإنصان البطانة فنان فنان بمعنى التطريب والغناء وهنا لا بد من الإشارة إلى معلومة تاريخية إذ إن أصر رباب أو طنبور البطانة قد بدأ من خير أن يصحبه مؤد أو مغني وشعر البطانة ليس كغيره من الشعر وإن كتب بالعربية إلا إن ما يستخدم فيه من عبارات وألفاظ قد تبدو في البداية عصية على أذن المتلقي وهما يرجعه أهل البطانة لطبيعة الشعر الدوبية أصلا قافك هذا ذكرني الزمانة الولى وقتا كان سعيد فوق العذاب ما تدلى بعد ما طيب خلاس حامد كتير لي الله الشبكت تاني أرشدني يا عبد الله وين ما عود فراشي ألقاه تحت الملة ظاهر بالجرس ظنيت جناني خلى حالتي محيراني الغازة ما بتنحلى هل قصر براي ولا الزمانة الزلة وبادية البطانة بفضائها الرحب ونسيمها العليل وإبليها وضانها غشكلت في شخصية إنسان البطانة مكانا لسرعة البديهة وخفة الظل فيما قير إخلال بالقواعد الشرعية أو الخروج عن النص كما يزعم البعض وأهل البطانة فخورون حد الفخر بباديتهم بكل ما تحويهم من بيئة محيطة وفي ذلك نظم الأشعار وقدن الأغنيات كما دافوا عن وجودهم بالسيوف والنصالة هي البطانة الفروسية والأصالة والكرم والأدب البطانة التي تمخضت فولدت عمالة والدم حمد واتحمد فارس البيل ريقان والحردلو أشعر أهل البادية وإبراهيم قلب البضايع مكمن الكرمي والفضائر محمد الفاتح الشروق ولا كل ضعف